بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حان في جبال برقية تهنئة إلى سيد الرئيس عبد الفتح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وفي برقيته أكد رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بيوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام يجسد قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن لافتا إلى أنه اليوم الذي تجلت فيه وطنية أبطالنا من رجال الشرطة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في الدفاع عن كرامة وشرف مصر وشعبها كما يتزامن مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وبعث جبال برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أشاد فيها بأبطال الشرطة الذين تتجلى في أدائهم ومهمهم معاني الوطنية والتضحية